سريعا لكابتن أحمد إبراهيم هو مدير فاني فريق الـ 16 سنة الشيئات عمدير الفنادي الأهلي نشوف إيه عن المكسب المباراة وترجعون لنا مرة تانية مع زمينا أحمد كوان شكرا لك زميل عزيز خالد العودة شكرا للمنصول وضيفك الكرام كل متابعة شاشة نادي الأهلي في كل مكان مبروك للنادي الأهلي بنهائي وبطولة الدورة المرتبط بنتيجة ابناء النادي الأهلي وشبات النادي الأهلي فهو على سبورتينج بفارج ثلاث أداف في هذا المساء لكن متعة وإصارة يمكن كانت رأب الراهيم مدير فاني سعيد إن أنا معاك النهاردة بقولك مبروك بطل لهذه البطولة أنت كمدرب ثلاث مرات والأهلي بطل لهذه البطولة ست مرات مبروك الحمد لله ربنا خليك بطولة طبعا نحن الثالث سنة لنا دي الحمد لله نعم النهاردة البنات يعني كانوا معايا بنات أول مرة تلعفين لنهاردة فكالموضوع بالنسبالهم صعب إحنا نفروض أحسن من سبورتينج بس الحمد لله هم النهاردة كانوا متوترين جدا دخلوا في الجيم متأخر جدا إحنا طول الجيم زي ما حالك شفت بسكتبونت لكن هم بصراحة مجموعة الجد رجالة جدا وأنا بشكرهم من خلال القناة الأهلي وقول هوايا دي فرق النادي الأهلي متعودة على المكسب والحمد لله واللي جاي أحسن إن شاء الله أكيد المباركة صعبة حتى مداية الشيط الأول انتهى إكوال هي فرق محترمة جدا ومعهم كابتن طاري صبح مدارب محترم جدا وإنت ما تلاقش من الفرق لقد ما تقدر من مديل فني مدارب محترم جدا عارف هي لعب فريتو فإحنا كنا عملي حسابنا على الجيم بس إنت عارف مع البنات مع الخوف بتبدأ تنسى شوية يعني هم النهاردة مع شوية الخوف والخضة نسوا يعني نسوا للتعليمات كلها لكن الحمد لله الحمد لله على قد ما قدرنا رجعنا للجيم وعلينا عليهم أربعة بونط خمسة بونط يجيبونا الحمد لله أصعب لحظات الجيم في الآخر انت عارف انت ممكن بنتة كرة فيديها تتدعم يعني الحمد لله طوال الحمد لله هم نفذوا في الآخر كويسة يعني هم جون في الآخر ابتدوا يبقوا مركزين أكثر يعني الحمد لله طالب ده طائم قد لعبنا كرة من نص ملعب بتاعنا عشان ناخد الهجمة كاملة الحمد لله نفذناها بس هم استعجلوا فيها كمان فالحمد لله الحمد لله هم يستحقوا أن يكونوا أبطال هذه البطول الحمد لله هم كمان بنات مضغوطين بقى أنا فترة تعرف دوري مرتبط كل يومين ماتش كل يومين ماتش فهما البنات عليهم ضغط جامد جدا انت بتصدق تغلص ماتش من إلي ما بتريحش لأ انت بين يومين وماتش فمش هتلحى تريح كالعيبة فالموضوع صعب جدا برضو وبهنك برضو انك كليل شيد مخصرتش ولا مباراة فده إنجاز فحد ذات الحمد لله يا ربنا خليك ودايما كده معنا قناة الاهلي في كل انتشاراتنا إن شاء الله والدرجة اللي إن شاء الله تكملة إن شاء الله وتكسب احنا طبعنا هنا دور بطولته مرتبط بس الاهلي ما برافش خسارة والاهلي أكيد هيلعب على مكسب وأنا بقول الحمد لله وبارك المجلس درجة كله اللعيبة وبقول لهم مشاكر جدا عن المجهود اللي انت عملتوا معايا واستحملواه كتير في زعيب وشخيط لكن هم أقد المسؤولية وأنا بشورهم من خلال قناة الاهلي شكرا شكرا حديث مهم جدا لكتر أحمد إبراهيم المدير الفني لفريق شباته وطبعا الاهلي في هذه المساء الاهلي توجه بهذه البطولة بكلين شيت لكل المنافسين الذين واجهوا الاهلي منذ دور 16 حتى الآن يمكن عودة لك زميل عزيز خارج العودة ولك أبي قيد أول بأول